موسيقى سلمة بنبدأ مساحتنا الصباحية لليوم مع حلم برافق الأنثى منذ طفولتها لترتسم ملامح الأمومة الأولى بطريقة اعتناء وحتضانة لألعابها حلم بيبدأ بمشاعر غريزية ليصير مع الوقت هدف كل إمرأة واليوم ضمن فقرتنا الاجتماعية رح نصلت الضوء على الاستعداد سلمة لمرحلة الأمومة أكيد سالي مع ضيفتنا الأقصائية الاجتماعية رندا علي ديب رح ننتقل سوا عبر مراحل مختلفة بدءا من الأشهر الأولى للحمل وصولا إلى المشاكل المبكرة عند الأطفال الرضع فأكيد خلينا ورحفيا ونبلش أسئلتنا معا سالي صباحك وهلا وسهلا فيك صباح خير صباح المختلفة يسعد صباحك رندا أهلا وسهلا فيك بداية خلينا نحكي عن الأمومة يعني دائما الأنثى هدف من الزواج هو أنه تنجب أطفال وتعمل عائلة هذا الهدف الأسمى من الزواج قديش مهمة الأمومة وقديش الأنثى بتتحضر خلال فترة الحمل وبتعتني بحالة خصوصي أول ولد يعني بيكون عندها تماما بيكون عندها هيك شيء معين بقلبها تتحضر له تفضلي خبرينها شوي تمام هلا مثل ما حكيتي أنه هي بتكون هدف إليه أو حلم ووصلت له ولكن هي بتتفاجأ بشي هي ما لا قدراني تسيطر عليه هي مشاعر بحسب اختلافات كثير هي بتصير بجسمها ممكن تروح نفسيتها شوي تكون في عندها شوي اكتئاب ممكن جسمها يصير بعازة فيتامينات معينة نقص حديد هدول كلهم بيكون إذا ما كانت مرائبتهم وكان اهتماما الأول فيهم فهذا رح هيعمل لها مشاكل أو أعراض نفسية أو بدوا ينخفض مزاجها فهذا رح يصير عندها خلط بمشاعرها بين هي هذا غير الخوف بالمسؤولية اللي هي بدأت تتحملها فهذا كله رح بيكون مختلط مع بعضه ومتعارض حيخليها تغفل عن نقاط كتير مهمة اللي هي الأولى أنها تهتم فيها فالهدف أنه نحن نوعية أنه حاولي دائما ترفع المزاجها دائما بيلجأوا الأمهات خصوصي للإجداد أنه تبلش تحذر غرفة البيبي بتبلش مثلا بدأتشتري له تيابه تحذر له غراضه فهذا بعدلنا مزاجها أكيد وهو بنصح فيه بس أنا بفضل أنه خصوصي بالأشهر الأولى تنتبه على كتير نقاط بتخص جسمها وبتخص صائلة لأنه هلأ هي معت بس عم تهتم بنفسها صارت عم تهتم بشخصين خصوصي من ناحية التغذية خصوصي ترأي بدمها إذا عم بصير فيه انخفاض بالحديد ولا لا الفيتامين دال كيف عم بيكون عندها لازم تتابع الأمور البيئة اللي هي قاعدة فيها قد درجة التلوث فيها هات كله بساعدها لأنه بمرحلة الحمل التسع شهور نحنا منقسمها على ثلاث مراحل مرحلة أولى وثانية وثالثة كل خلل بأي مرحلة هو بيعطينا مؤشرات وبيعطينا مشاكل في حال كانت الولادة لبعدين للطفل فهي حتعطي مؤشرات لغلط أنه كان بفترة الحمل يعني رندا أكيد هي تفاصيل كتير نحنا اليوم هيك عم ندخل معك شوي بالتفاصيل النفسية خلينا نقول تفاصيل الاجتماعية اللي بتقدر تحفز السط على تخطي هاي المرحلة كله عدنا بنعرف أنه فيه هرمونات بتتغير بجسم المرأة طبيعي مزاجة بيتغير بس أكتر شيء يمكن بيشجعها أنه بيقولولها أنه اهتمني لأنه هو بيسمع شو عم تقولي بيفهم شو عم تساوي قدي هذا الشي فعلا ممكن ينمي خلينا نقول هاي الصلة بين الأم والطفل لما بيكون جانين بهاي المراحل الأولى طمام هلأ أغلب الدراسات بتقول أنه كل ما سمعتيه موسيقى كل ما هذا حينكس على شخصيته بعدين هلأ اللي أنا حتى بشوفه من خلطي مع أمهات وأطفال أنه الطفل اللي كان هو ببطن ماميته كل ما كانت تحاوره تحكي معه تحكي تلامس حتى بطنه هي عم تحكي معه شو صار معه اليوم تسمعه لغات تانية تمام هاد بساعد بالمراحل لبعدين أنه منكتشف الطفل قدرته للتعلم اللغات التانية هي أفضل حتى تزوقه للموسيقى بيكون أفضل في حسب نوع الموسيقى اللي هي بتسمعه ممكن تجي شوي تطبع شخصيته هدول كلهم بيكونوا موجودين وبيخلقوا الاستعداد عند الطفل بالمستقبل لا يتجه ويقول هذا الطفل بيحب مثلا الموسيقى القوية هاد لا بيحب الهادي تمام هلأ في نقطة بحب الفات الانتباع عليها أنه دائما النصيحة للأم أنه وقت أنت في فترات حملك لعبي رياضة لحتى ما توقع بمشاكل في فترة الولادة هلأ أنا بنصح مو أنه مثلا أغلب اللي مشوفوا أنه هي ما بتكون أبدا بتعمل رياضة وقت حملة بتعمل وما بتتحرك تماما فوقت حملة بتعمل خصوصي هذا الشيء سيء بالفترات الأولى من الحمل لأنه لازم ما يكون في شيء إجهاد وإرهاق إليه لازم دائما تكون في تمارين تعملها بالتدريج ما فورا تنقل يعني كلا ياتنا نحن ما فينا ننقل ما فورا تلعب أغيروبي أيوة تماما يعني رندى المشي يمكن هو كبداية بالحمل هو كثير بيقوله أنه مليح يقال يعني خلينا نحكي حكينا على العادات الحلوة اللي الأم بتعملها لترتبتها وجنينها ويكون هيك ريلاكس ومثلا أو مثلا ضايج مثلا خلينا نحكي على الشغلات السلبية اللي الأم لازم تبتعد عنها مثل التدخين خلينا نحكي عن التدخين أو خلينا نحكي عن الشغلات اللي بتأذي الجنين ببطن أمه هي أول شي التدخين اللي بيعمل نقص بالأكسجين طبعا عند الجنين تماما وجودة ببيئة ما فيها أكسجين نظيف أو ما فيها هو متبدل مو شرط تكون هي اللي بتدخين وجودة بمكان في حدا بيدخين هاد كمان بيأسر هاد التدخين السلبي كمان بيأسر الكحول العادات السيئة اللي بتتبعها نوم المتأخر لازم تنام تقريبا 8 ساعات وخصوصي بالفترات الأولى بيكون جسمها بيحاجة نوم كتير في منهم رنده هنا لحالهم بيناموا كتير يعني بصير عندهم أفراط أفراط بالنوم يعني ممكن مو بس متل ما أزي 8 ساعات أحيانا بتصل ل 12 ساعة بتضلن عسانة الأم هي بالفترات الأولى دائما بيكون في ميول لأنها تنام أكتر بيحكم التغييرات اللي عم بتصير معا وبيحكم كل النفسية اللي هي بتعرض فهو حسب المسئولية بيكون هي بتكون عم تتخبط إنو هي في مسئولية معينة عم بدا تواجهها بعد فترة كل تفكيرها هي إنو وين نواو صار عندي بي 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 بس نفس الوقت واو معت فيني أطلع إلت ما بدي فهد كله بخلي غير جسمها للتعبان وغير حاجتها للنوم حيكون في عندها شي جزء هو هروب لأنه حتى إنو خلاص أنا هيك برتاح وبطل فكر مع إنو بالعكس يعني لازم نحنا قلنا إنو هي تتفاعل مع جنينا وتخليها تفاعل مع العالم الخارجي إنو ما تحبس حالة إنو أنا مثلاً شكلية هي حتمر بكل المشاعر حيكون مزاجة يعني بانخفاض وبارتفاع لبين ما تعوض على الفكرة مثل ما بيصير فينا نحنا أي شخص بيتعرض لموقف جديد أو لمسئولية جديدة ممكن تغير له روتين حياته فهي أكيد رح بتمر بهذا الشي هون وقت أنا ببلش بحفزها بالأشياء الإيجابية والأشياء اللي ممكن هي تعطيها متعة وتبني هالعلاقة بينها وبين طفلة من قبل ما تشوفه فهذا سبحان الله حتى هو بيكون موجود يعني تلقائياً هلا لما هي بتقعد بأنظيفة لما بتحاول تغير عاداتها تنتبه لغزاءها تحاول دائماً تحكي مع الجنين بالفترات الحمل والتخلص بفترة الولادة كمان لازم تنتبه للمنعكسات اللي الطفل بيعطيها لحتى تعرف هي وين يعني هي على شو السلم اللي هي واقفة عليه وإنت لازم تقول إنه أنا هلأ لازم خلي حدا يتدخل أو أنا هلأ لازم اتدخل أغلب اللي منشوفه نحن إنه بيكون الطفل ما في شي بس محطوط ببيئة فقيرة كيف يعني بيئة فقيرة؟ يعني هي ما لعطيته هالمساحة الاكتشاف ما لعطيته هالمساحة لأنه يتحمل مسؤولية دائماً بده تنيمه جنبه دائماً بده هي الطعمي دائماً بيتحول بتصير من خوف وقلق من مسؤوليته لحتى تتحمل كل مسؤوليته لحتى يبطل إله لحتى تصير إتكالي تماماً فهي بهاي المرحلة لما بتعمل هذا التوازن رح يبلش يبين معه نقاط ضعف ابنه وحيبين معه نتائج عنايته بفترة حملة لأجاه الطفل هل هو انتباهه مناسب؟ هل هو من عكاساته مناسبة اللي هو بالسنة الأولى وصل لكل شي مطلوب من الطفل بالنسبة لعمره دائماً تبحث دائماً تشوف انه هلأ بهاي المرحلة شو لازم يكونوا بيعرف يعمل وتشوفوا قدام مأخر أو قدام تطور دائماً نحن منطلع بأطفال كتير مميزين من عمر صغير من السنة من السنتين تصير منعرفه ان هذا الطفل عم يسبق عمره فنحن فينا نوازن هذا الموضوع وفينا نكتشفه من عمر بكير بس عن طريق المراقبة لما بتكون الام عم تراقب ابنه بشكل مناسب نعم يعني خلينا نحكي عن بعد ما تخلص مرحلة الحمل وتولد المرأة كيف بتنتقل من مرحلة لمرحلة؟ بتكون في مرحلة مثل ما حكاتي انه في كثير تخبطات احياناً منلاقية عم تبكي احياناً عم تضحك احياناً عم تهرب وتنام بس يولد الطفل بتحسيها عم تسهر الليل اختلاف الموضوع عنده خلينا نحكي عن هيدا المفارقة وشو لازم تعمل؟ هلا اول فترة بلا ما بيكون فيه الطفل حيكون هي مرافقة من حس المسئولية اللي حي يتصير عنده حيكون مرافقة شوي تقلق انه اللي يقوم يبكي وما تنتبه له او يكون مثلاً مالوناين بطريقة صح حيكون جوعان لسه عم تكتشفه هو شو بده لانه ما حيكون تتواصل معه غير الاصوات اللي عم بيصدره او حركته فهي من هون تحاول تكتشف كيفية تتواصل معه لهون بيكون حسه كتير عالي بطفلة وخصوصي انه دائماً هي يعني قد من كان جباري كل ساعة ساعتين حي فيها جباري فهذا بيكون هالساعة البيولوجية وهالحس الفطري بينه وبينه اللي حتى تخليها دائماً تتابعه وتشوفه هلا بدي شوف انا متل ما حكينا انه شوف انا منعكساته هل هو كيف الطريقة اللي عم بيبكي فيه كيف لما بينام كيف بفيه قدي حاجه مثلاً بينقز حاول دائماً انا وقت لي نيمو بيكون دائماً نحنا بنحط الببي بسريره يكون له حواف هذا كتير شي صحي لانه حتى هو بيحميه من مشكلة القلق بيحس حاله محمي دائماً كيف فيني انا لما بدي احمله دائماً ما خلي ويشه لعندي خلي ويشه بالعكس قد من كان صغير حطه بالعكس لحتى اعطيه هذا حس الامان وحس السقة بالنفس من الاشهر ومن الايام الاولى هي عادات كتير بسيطة ولكنها هي كتير فعالة على المدى البعيد لما انا بحاول بالتدريج من اول ايام وجوده بالبيت حاول بالتدريج افصله عني ما يكون دائماً لازق فيني كأم هذا بيعطيه استعداد لشخص استقلالي واثق من نفسه بالمراحل الثانية وهو بالعكس حيريحها يعني لما حتخف حجم المسئوليات عليها رح بيريحها لبعدي يعني مثل ما قلتي ممكن كتير هي تفاصيل صغيرة بس شوي مع الوقت بصير عادة وهي العادة بتفرز هذا السلوك عند الطفل بالختم شو بتحب توجيه نصيحة اكيد لكل ام يمكن عم بتشوفنا وخصوصاً هي يكون اما بالحمل او بالفترة الاولى بنصحهم متل ما نصحنا خلال حديثنا انه تبعد عن اجواء التدخين او الجو الملوث تبعد عن الجو الملوث نفسي يعني نصيحة تمام عنجد والناس السلبيين عنجد وين بتحس في مشكلة او في شي ممكن يتغضى او يزعجها تبعد عنه يعني خلص تاخد بريك هالفترة الحمل كلها لانه فعلاً هاي المشاكل اللي ممكن تأثر على نفسيه وهذا الضغط النفسي والسيترس هذا كله بيخلي مشاكل عند الطفل أكيد يعني يا رندا دائماً في مواضيع جديدة وكتير مهمة وعم تخص المرة طبعاً ننشكرك كتير على هيدا النصائح اللي قدمتيا وان شاء الله يا رب تكون قدرات قدروا يستفادوا منا جميع المشاهدين ويسعد صباح شكراً لك شكراً لك